السلام عليكم وعلى سهلا بكم فيديو جديد لو بتواجه مشكلة على جهاز الايفون ان هو بيتطفع ويشتغل معك او بيجيب لك شاشة سودة بالشكل دوت ومش عارف تشغله بتحاول انت تشغل الجهاز كدوة يزالك مثلا شعار قبل وبعد كده يفصل منك الجهاز مرة تانية ويجيب شاشة سودة بالشكل دوت في فيديو النهاردة هشرح لكم طريقة سهلة جدا هتقدر من خلالها انت تحافظ على البيانات اللي موجودة داخل جهازك الايفون وتحل اي مشكلة بتواجهك على جهازك الايفون قبل من نبدأ الفيديو هنصل لها سيدنا محمد اللي هو ما صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عشان تحل المشكلة اللي بتواجهها على جهاز الايفون ان هو بيتطفع ويشتغل لوحده وفي نفس الوقت تحافظ على البيانات اللي بداخل جهاز الايفون لازم تستخدم برنامج او اداة تكون احترافية في حل المشكلة وتحافظ لك على البيانات اللي موجودة عندك على جهازك الايفون وفي فيديو النهاردة هنستخدم برنامج فيكس بو هسيب لكم رابط تحميل البرنامج تحت الفيديو في الوصف بعد ما هتدخل على الرابط اللي موجود تحت الفيديو في الوصف هيظهر معك الموقع الرسمي للبرنامج بالشكل دوت هتبدأ اللي انت هتحمل البرنامج وتثبته عندك على جهاز الكمبيوتر بعد ما هتثبت البرنامج عندك على جهاز الكمبيوتر هيفتح معك بالشكل دوت تقدر من خلال البرنامج دوت اللي انت هتحل اي مشكلة بتواجهها على جهازك الايفون كل اللي عليك اللي انت هتختار اصلاح نظام قبل وبعد كده هتختار من هنا الوضع الكياسي وبعدين هنوصل جهاز الايفون بالكمبيوتر بعد ما وصلنا كده جهاز الايفون بالكمبيوتر هندوس على التالي هيبدأ كده البرنامج ان هو يعرض لك نوع جهازك الايفون بالشكل دوت ويجيب لك كمان النسخة الايو اس المتوافقة على جهاز الايفون بعد كده هتدوس على تحميل وهيبدأ كده البرنامج ان هو يحمل لك نسخة الايو اس المتوافقة على جهاز الايفون ويحفظه لك عندك على جهاز الكمبيوتر وانتهى دلوقتي كده البرنامج من تحميل نظام الـ iOS على جهاز الكمبيوتر وجاهز دلوقتي انه يحللك اي مشكلة بتوجيه على جهاز الايفون كل اللي عليك اللي انت حتدوس على البيت وعيطلب منك البرنامج النوات اللي انت تدخل جهازك الايفون ده وتفادي الاسترداد او الريكوفر ريموت هتلاقي هنا النوات عندك كل انواع اجهزة الايفون او اجهزة الايباد هتختار من هنا ايباد او ايفون وتبدأ اللي انت تتبع الخطوات اللي هي في الصور دية تدخل جهازك الايفون ده وتفادي الاسترداد لو انت بتستخدم ايفون اكس او الازدارات الاحدث من كده هتوصل كده جهاز الايفون بالكمبيوتر وبعد كده هتدوس على زرار رفع الصوت دوسة وبعدين هتدوس على زرار خفض الصوت دوسة وبعد كده هتدوس على زرار الباور وتعلق صبعك على زرار الباور لحد ما يظهر معاك شعار قبل وبعد كده هيظهر معاك شعار الكمبيوتر والجاب وكده يبقى انت دخلت جهازك الايفون دوت في ودع الاسترداد انما انت لو بتستخدم ايفون 6 او الازدارات الادم من كده كل اللي عليك اللي انت هتوصل الجهاز بجهاز الكمبيوتر بالشكل دوت وبعدين هتدوس على زرار الهوم وزرار الباور هتفضل معلق صبعك على الزرارين دولت لحد ما يظهر معاك شعار قبل اول ما يظهر معاك شعار قبل هتعلق صبعك على زرار الهوم دوت لحد ما يظهر معاك علامة الشاشة والكابل وكده جهازك الايفون يبدأ دخل في وضع الاسترداد وحتلاقي كده تلقاء البرنامج بدأ في عملية اصلاح جهاز الايفون هتسيب جهاز الايفون متوصل بكابل USB بجهازه الكمبيوتر لحد ما ينتهي البرنامج من اصلاح جميع المشاكل بتواجهها على جهاز الايفون وبكده نجح البرنامج في حل المشكلة اللي كنا بنواجهها على جهاز الايفون ودلوقتي كده جهاز الايفون اصبح شغال بشكل طبيعي وتقدر ان انت تستخدم جهازك الايفون مرة تانية بعد ما كان الشاشة بتاعته بتدفي وتشتغل وما بش قادر اللي انت تشغل جهازك الايفون دلوقتي تقدر اللي انت تستخدمه مرة تانية وكل البيانات بتاعتك موجودة على جهازك الايفون تصور مثلا فيديوهات مثلا جهات اتصار رسائل كل دوت هتلاقيه موجودة عندك على جهازك الايفون بدون ما تخسر اي حاجة من البيانات زي ما انتو شايفين كده كل البيانات عيات موجودة عندنا على جهاز الايفون وما خسرناش اي حاجة من البيانات اللي كانت موجودة على جهاز الايفون وتحلت معانا المشكلة بخطوات سهلة جدا وبسيطة وزي ما قلت لكم البرنامج ده تحتراف في حل المشاكل اللي بتوجهها على جهاز الايفون يعني مثلا لو جهازك الايفون عليك على شعار قبل او جايب لك شاشة التحميل ديت او جايب لك شاشة صودة او مثلا جهازك الايفون عليك على وضع الاسترداد بالشكل ده وتقدر من خلال البرنامج اللي انت تحل اي مشكلة من المشاكل ديت وبدون ما تفكد البيانات اللي موجودة عندك على جهز الايفون حتى لو مساحة جهزك الايفون ممتلقة للاخر تقدر برضو اللي انت تحل المشكلة جاد بطريقة سهلة جدا وبسيطة من خلال برنامج فيكس بو هسيب لكم رابط تحميل البرنامج تحت الفيديو في الوصف وكمان هسيب لكم كوبون خصم ب30% على البرنامج لو حبيت اللي انت تشتري البرنامج هتستفيد بالخصم دوت ولو عجبك الفيديو استفدت منه يا ري تدعمنا بلايك وتشترك في القناة شكرا لكم واشوفكم الفيديو الجاي